نعم دكتور يعني قبل أن أجيبك على سؤالك فقط تعليقين بسيطين يعني ضيفك من أربيل يعني قال أنني تهجمت على المحكمة الاتحادية يعني أتمنى أن يراجع عبارته أنا كنت أصف قرار المحكمة الاتحادية ولم أكن أتهجم على المحكمة الاتحادية واضح فبالتالي ضبط العبارات مهم هنا وليس انزعاج شخصي يعني يعني القضية تتعلق باحترام الدستور قرار المحكمة الاتحادية اليوم يعني أطاح بالدستور ويعني جعله خرق لا تسوى شيئا يعني بمعنى عندما يقول لك تقول لك المحكمة الاتحادية أنه مجرد الاتهام مجرد الاتهام داخل مجلس النواب ومجرد التصويت على إقالة وزير هذا كافي للإدانة وهذا يخالف نصا دستوريا صريحا يقول أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانة في محاكمة قانونية عادلة لاحظ أي بالتالي لا تستطيع لا المحكمة الاتحادية ولا غيرها أن تعتمد على تصويت البرلمان السياسي بوصف قرارا قانونيا من محكمة عادلة وبالتالي نحن أمام قرار مسيس بنسبة عشر تالاف بالمية الإشكالية الأكبر أيضا أنه نحن نؤسس لواقع جديد يعني المحكمة الاتحادية الآن أسست لواقع جديد أصبح مجرد الاتهام هو إدانة في مخالفة صريحة للنص الدستوري وفي مخالفة صريحة للفقه الدستوري يعني لو عدت إلى كل دساتير العالم ستجد هذه العبارة أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانة في محاكمة عادلة طيب المحكمة الاتحادية اليوم نسفت كل هذا الفقه الدستوري وقالت أنه مجرد الاتهام مجرد التصويت السياسي هو إدانة الأمر الآخر أنه المحكمة الاتحادية أعطت لنفسها من دون وجه حق ومن دون صلاحية ومن دون اختصاص أن تنزع عن مواطن عراقي حقوق السياسية وهذا أيضا يعني انتهاك ثالث الانتهاك الرابع يعني أنه المحكمة الاتحادية يعني من خلال قرارها اليوم كأنها تريد أن تقول أنه قراراتها فوق الدستور وأنه قراراتها أقرب إلى قرارات مصلحة تشخيص النظام يعني في الجمهورية الإسلامية في إيران يعني هناك جهة فوق القانون فوق الدستور هي التي تحدد وهذه إشكالية رابعة الإشكالية الخامسة والأخيرة نعم والتناقل قرار المحكمة الاتحادية أدخلنا في دوامة ومتاهة لها أول وليس لها آخر وهذا كله مشكلة التسييس بمعنى استعاد قرارات لأغراص سياسية أنت تثير قضايا خطيرة الآن أنت تقول التصويت والقرار داخل مجلس النواب هو سياسي بموجب القانون هل التصويت بالتأكيد التصويت داخل مجلس النواب والقرارات التخذ يكفلها القانون والدستور أم أن التصويت بدعة لا عزيزي لا لا لاحظة لاحظة وهذا أيضا خلط نحن نتحدث عن استجواب ذو طبيعة سياسية وتصويت ذو طبيعة سياسية لا يمكن استبدال هذا بالقضاء القضاء سلطة مختلفة وهي تاهد قراراتها اعتمادا على مبادئ قانونية وليس اعتمادا على مبررات سياسية هذا الخلط يعني المحكمة الاتحادية في خلطها اليوم بين قرار مجلس النواب السياسي والقرار القضاء هو بدعة أولا وهو انتهاك للدستور ثانيا اشتركوا في القناة